أعلنت الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية عن اكتشافها آثاراً لمواد كيميائية خطرة في مئات من مستحضرات التجميل المباعة في أوروبا جاء هذا الإعلان بعد فحص الوكالة لأربعة آلاف وخمسمائة منتج بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024 في 13 دولة أوروبية حيث تم العثور على هذه المواد في 285 منتجاً ما يشكل نسبة 6% من المنتجات التي تم اختبارها تشمل المنتجات المتأثرة محددات العيون وأقلام الشفاه وأقنعة الشعر المواد التي تم العثور عليها محظورة بموجب اتفاقية ستوك هولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة وبموجب تشريعات أوروبية أخرى نظراً لتأثيرها الضار على الصحة إذ تؤثر على الخصوبة وتزيد من خطر الإصابة بالسرطان اعتمدت الوكالة في تحقيقاتها على فحص قائمة المكونات المعلنة على المنتجات مشيرة إلى أن هذه الطريقة يمكن للمستهلكين استخدامها بسهولة للتحقق من سلامة المنتجات أكدت الوكالة أن الجهات المختصة قد اتخذت الإجراءات اللازمة لسحب المنتجات غير المطابقة من الأسواق وشملت عمليات التدقيق دولاً مثل النمسا والدنمارك وألمانيا وفنلندا وأيسلندا وإيطاليا والإختنشتاين والليتوانيا ولوكسنبورغ ومالطا والنرويج ورومانيا والسويد هذا الكشف يسلط الضوء على أهمية مراقبة سلامة المنتجات الاستهلكية لضمان حماية صحة المستهلكين ترجمة نانسي قنقر